مع اقتراب الأزمة السورية من دخول عامها الثاني عشر، أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الكيميائي إيزومي ناكاميتسو أن المعلومات التي قدمتها الحكومة السورية حول برنامجها للأسلحة الكيموية غير دقيقة. إيزومي ناكاميتسو وخلال اجتماع شهري لمجلس الأمن قالت إنها لم تتلقى معلومات ووثائق مطلوبة من الحكومة السورية بشأن أضرار ناجمة عن بقايا هجمات بالأسلحة الكيميائية. أبرزها هجوم السابع من نيسان إبريل 2018 بريف دمشق وحوادث أخرى بمناطق متفرقة من الشمال السوري. كما جددت المسؤولة الأممية مطالبتها للحكومة السورية بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 بشأن الأسلحة الكيموية. مشيرة إلى أنها لم تتلقى الإجابات المطلوبة عن أنواع وكميات الأسلحة الكيموية التي جرى إنتاجها أو تهيئتها على شكل أسلحة بمرفق إنتاج أسلحة كيموية سابق والذي أعلنت الحكومة السورية أنها لم تستخدمه قط لإنتاج أسلحة كيموية. يأتي هذا فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن ما تعرض له السوريون خلال أكثر من عقد من الزمن يمثل انتهاكات لحقوق الإنسان ويرقى لجرائم حرب. كما شدد جوتيريش على ضرورة العمل للتوصل لحل سياسي في سوريا تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254 بما يوجد الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين. ويكفل التصدي للإرهاب واحترام السيادة سوريا وسلامة أراضيها مؤكدا على ضرورة محاسبة الجنات وعدم إفلاتهم من العقاب. ترجمة نانسي قنقر